بعدين لما اتخرجت بقى اشتغلت مع برضو الحقيقة يوسيب يوابي انا عملت ادواره عملت عريس من اسطنبول كنت شفتها انا عايل كان هو عامل دور السواء هو الغني مش عاوز اتجاوز البنت فعمل هو السواء ومعمل مليجي عمل البيه وهي برضو عملت كده هما الاتنين فانا عملت دوره وهو عمل رجل كبير فشغلت مع يوسيب بيه شخصية مهولة يعني اولا ان ايه كان خضر انا اكتشفت اما اشتغلت معه بقيت قريب منه انا اكتشفت ان ايه خضر مع تكوينه جثماني ده وبعدين كان ايده زي ايد فريتشاوي يعني انا ايدي كده قوة بدنية غير طبيعية لا وبعدين ده 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 نوادر كان سعيد البكر بيحكينا في المرحلة الاولنية كان يوسيب سعيد البكر زريف جدا يعني فحكيلي اكتشفت دي بعد ما اقولك فكان يوسيب بقى بيقولنا ان شاف يوسيب بيه وضرب واحد شلوت بقى بتاع مدير مسرح ملاقهوش عشان يوضب خشبت المسرح قال له انت كنت فين قال له كنت قال له رح مدينه بالشلوت بيقولك الراجل ايه طار في الهوى من قوة الشلوت اللي هو الدول اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه